سيكو حبايبي عاملين ايه والنهاردة بنتكلم عن تسريبات احداث الحلقة الستاشر من مسلسل خان الدهب صبرين بتقول لسالم ان الطفل ده لو جي للدنيا الناس هتاكل وشنا وشكلها كده ناوية كمان على حياة وان هي مش عايزة الطفل يجي للدنيا فيطارة ممكن يخططوا ويعملوا ايه بالضبط سالم حيقول لها يعني عايزة ايه انتي نقتلها هي والطفل زي ما عملنا معانا ولا ايه انتي زي بتفكري وطبعا اصلا مشاكل كبيرة جدا بين سالم وبين صبرين الفترة دي لكن توصل الدرجة بصبرين ان هي تفكر فقاتل طفل حياة كمان زي ما هي قتل الطفل رانا وكمان رانا وهل سالم ممكن يسمع كلامها فعلا في الموضوع ده لكن سالم عملها قبل كده مش مستبعد ابدا انه يعملها تاني خاصة حقده بيزيد على اخوه لان هو بيبدأ يخسر وبيروح لاخوه علشان يستلف منه وساعتها قاله طب ما صبرتش عليا واخدت فلوسك كلها وراجل الغريب حارس هو صبر عليا واخد نص فلوسه جاي دلوقتي علشان خاطر تستلف مني الازمات بتزيد واخسارة سالم بتزيد سالم بيقول ان احنا في حرب اخوه بيرفض يدلي فلوس وبيرفض ان هو يساعده في زنئده دي وده لانه ما صبرش عليه لكن سالم واخدتها على انها حرب كبيرة بينه وبين اخوه فهل ممكن فعلا ينفذ اللي صبرين قلته وينطقم ويقتل طفل حياة كمان دللي لسه هنشوفه في احداث الحلقات الجاية اما عن شمس شمس منهارة بسبب ان زيت سابها شمس ممكن تروح تعمل حساب تاني وتحاول تكلم زيد منه مش بس كده هتقوله ان هي ممكن تفتح الكاميرا وتعمل له كل اللي هو عايزه فتح الكاميرا حيعمل لها مشاكل وبلوة كتير جدا وحنشوف ايه اللي ممكن يحصل في احداث الحلقات الجاية من المسلسل اما حياة فلما دخلت عن جزهة ولقيته قاعد مع بيداء طبعا كانت مضايقة جدا وبتكون مش عارفة تقول ايه وطبعا امير مش عارف برضو يقول ايه لكن هيبرر موقفه ويقول مفيش حاجة هي كانت تصلت ديان بارح وبعتت رسالة وانا ما شفتهاش فكانت بتورها لي مش اكتر هيحاول يبرر موقفه ولكن حياة هتكون زعلانة وهتسيب المكان وتمشي امير هيصالح حياة ويقول لها ان ما فيش حاجة بينه وبين بيداء وان هو اخترها وضحها قدام كل الناس علشان خطرها وان بيداء مجرد واحدة جاية بس علشان تبسيك له الحسابات لكن حياة مش هتصدق وكمان حاسة ان فيه حاجة بينه وبين بيداء مهما قال امير برضو لسه بتشك فيه وبتمسك تليفونه وبتكون خايفة ليروح منها او بيداء تليف عليه وبتزيد المشاكل بين امير وبين حياة بسبب بيداء ووجودها في الشهر واحتمال كبير تقول له لازم المنت دي تمشي وما تشتغلش معك ابدا في المكان ده وتروح تشتغل عند اي حد تاني لكن ما توضطش كده معاك في نفس المكان وانا عارفة ان هي كانت بتحبك قبل كده لكن امير حيحاول يقول لحياة انه ما فيش حاجة بينهم وانه ما يقدرش يخليها تمشي من الشهر وده لان ده يعتبر قطع رسل وهو مش عايز يعمل كده لكن حياة مصرة على كده الفيديو بيخلص فيتكلمنا عن تسريبات احداث الحلقة 16 من مسلسل خان الدهب يارب الفيديو كورنار اعجبكو واشتركو في القناة وفعلوا الجرس علشان ينصلكوا كل جديد احبكم كل شهواي واشوفكم على خير في تسريبات جديدة لمسلسل خان الدهب باي باي اشتركوا في القناة